موسيقى مشاهدين منحييكم بهالحلقة الجديدة من نبض بيروت اللي مثل العادة راح نتابع فيها كل التطورات السياسية والأمنية على الساحة المحلية بالإضافة أيضا راح نعرج على المشهد الإقليمي بظل تشعباته وتطوراته وإنعكاسه على لبنان كل هذه التفاصيل بصرنا نشاب حلقتنا لليوم مع دكتور محمد زكور رئيس مركز ليبرتي للدراسات العنونية والستراتيجية أهلا وسهلا فيك دكتور أهلا وسهلا فيك يا ريتا يا أهلا وسهلا خليني أبلج معك بلبنان قبل ما نحكي عن مشهد المنطقة وإن كان يمكن نحن نتأثر بمشهد المنطقة كنا نترقب اجتماع اللجنة الخماسية اللبنانيين يعني تأملوا بهذا الاجتماع للوصول إلى حل بالملف الرئاسي أو هيك نعطاهن بارقة أمل خلص هذا الاجتماع حتى الآن من دون ما يطلع أي بيان ختامة الأكيد بحسب المعلومات أنه صار فيه تباين بين وجهات النظر الأمريكية السعودية من جهة والفرنسية من جهة تباين متوقع متوقع؟ نعم نعم لماذا؟ مع أنه نحكي أن المبادرة الفرنسية مغطات خليني بس هيك أخذ دقيقتين إذا بتسمحيلي لنفكر مثل ما عم يفكر الأمريكي ومثل ما عم يفكر الفرنسيوي والسعودي أول شي خلينا نتفق على شغلي أنه على خلاف ما كان مقرر أوباما منذ بدأ ويليته لحد يت مؤخرا كان الأمريكي قرر ينسحب من المنطقة لأنه بده ينتبه للصين وروسية ولكن وجد الأمريكي اللي كان معتمد أنه الخليجي عطول بجيبته أنه لا الخليجي عم يرفض يزيد الإنتاج تبع البترول ممكن يبيع بيتروله باليوان بالمستقبل عم يغازل الروس حاطت إجر هون وإجر هون إلى جانب أسباب أخرى وعم يتقارب كتير مع الإيراني الأمريكي لقى حاله من جهة بلش يفقوا الدوره بالشرق الأوسط من جهة تانية بوتين طاحش على أوروبا من جهة تالتة الصين من وراء أمنة ضهرة وقت الصالحة السعوديين والإيرانيين فعم يلاقي حاله محاصر من كل الجهات وعينه على تايوان عم نحكي عن الصين لهيك الأمريكي قرر يعمل انعطافة خطيرة إنه يرجع على المنطقة ليرجع على المنطقة بده دور الدور اللي عم ياخده هلأ عم نشوف إرهاصاته بيه يلي تفضلتي وقلتيه تميز عن الموقف الفرنسي السعودي يلي هن بيتقاطع مع الإيراني هيدا من جهة من جهة تانية المشاكل اللي عم تصير بسوريا عم نشوف السويدة في تحذير أمريكي بعدم المسفية عم نشوف بالرقة المعارك ما بين الفصائل وقصد عم نشوف بالشرق من حد تركيا الجولاني كان متوقع يلي أخذ إدلب يوصل على حلب رجعوا الأتراك سحبوا لورا إذن الأمريكي بده يقول أنا هنا أنا معت مرء رئيس ولكن من خلالي من خلال قطر تحديدا واسحاب إيدك يا لودريان أنا اللي بدي يكون مشرف على هالصفقة اللي بيخلينا نتفاقل لأختم أنه الأمريكي والإيراني بحالة شهر عسل أول شي حرروا لهم 6 مليار متوقع أنهم يحرروا لهم الأموال بكوريا الجنوبية ما صدر قرار عن مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الزرية ضد إيران تبادلوا السجنة خمسة بخمسة الأمور ماشية كتير منيحة مع الإيراني إذن نحن منتفاقل هون ولكن بعد عنا شوية وقت هالوقت هو استبدال الفرنسي بالأمريكي والقطري بس دكتور لفتني خلال حديثك حطيت السعودة إلى جانب الفرنسي والقطري إلى جانب الأمريكي بوقت نحن منسمع عن تناغم قطري سعودة يتعلق بالملف اللبناني وأن القطري لا يتحرك على الساحة اللبنانية من دون يعني بالخلفية بيكون الموقف السعودي هو يعبر عن الموقف السعودي هون عم تقل لي أنه لا هذا إلى جانب الأمريكي وهذا إلى جانب الفرنسي هو ليس بتمايز هنه مش على خصومه ولكن نحن منعرف أنه قطر وأمريكا الولايات المتحدة الأمريكية علاءة وطيدة جدا هناك قواعد بقلب قطر القطري هالمرة على خلاف السابق مش هيستفز السعودي ولكن حيلعب هالدور اللي هيكلفه فيه الأمريكي وبالمناسبة السعودي أجده بإيادة بن سلمان كسياسة خارجية جديدة عم يلعب سياسة بزكا ريتا تعي نشوف شو عم يصير اليوم نتيجة انكفاء السعودية سنين اللبنانيون والقوى اللبنانية عم الطالب السعودي بليز رجعوا فوتوا وتدخلوا صحيح وفعلا بلشوا يطلوا ويجمعوا النواب السنة تحديدا المتفرقين بركي بدون البخاري وهن مباشرة يلعبوا الدور اللي كان يلعبوا أديما سعد الحريري هو الحقيقة في تشابك ملفات كتير ببعضها الأمريكي والسعودي عندهم قطبي كتير مهمة اسم التطبيع هلأ إذا إجا وقت منحكي عنا بهالوقت مجددا الأمريكي بدو يفوت مباشرة على الساحة دخل إلى سوريا وهو يدخل اليوم إلى لبنان ومن شان هيك الأمريكان عم يقولوا نحن مش رضيانين عن شغل لودريان دكتور بسئلت لي بسياء الحديث السعودي أو إلى جانب الفرنسي وضعته بوقت البعض قرأ بزيارة العلولة إلى بريز والاجتماعات اللي عملها مع بعض النواب اللبنانيين بفرنسا بالإضافة إلى لقاء اللي صار بدارة السفير السعودي بحضور المفتي والنواب السنة أنه على العكس سحبوا البساط من تحت إجران لودريان خليني أقولك شغلي الدول وقت اللي بتتعاطى مع بعض البعض ما بتتعاطى بتناؤضات بمعنى وأوقات بتتعاطى بتناؤضات يعني بمعنى وقت الدولة ما بتلعب دور لنقول إيجابي أو سلبي بدولة أخرى أو بمجال دولة أخرى مش معناتها حتما هي على خصومة مع باقي الدول اللي عم تحاول أن تلعب هالأدوار خليني أسأل سؤال هل اليوم السعودي والإيراني يتميزوا جداً بملفات المنطقة؟ أبداً مبارح هذه رمزية فريق النصر السعودي كوبل بالورد والسجاد الأحمر صحيح بوخوش أمديد بإيران نحن عم نحكي عن بلدين عم يحكوا جدياً جداً ونعرف ماذا تأثير إيران على السعودية عم يحكوا جدياً جداً بالموضوع اليمنى وخليني أقلك شغلة لأعمل إسقاط على الداخل اللبناني دكتور بس عفواً هاي بعد سبعة شهر ترجعنا شفنا اليمنى بالسعودية يعني سبعة شهر على الاتفاق السعودي الإيراني اللي صار بالصين إنه مش كتير بطيء تاريخ الدول وتاريخ الشعوب لا يقاص لا بشهر ولا بشهرين ولا بسنة ولا بسنتين الأمور بتاخد وقتها لا تتبلور من هلأ لوقتها طبعاً بدي تاخد وقت وبيدي تاخد إذا بدي أعمل مؤتمر أنا اليوم على إطار داخلي بحضره شهرين فما بالك نحن عم نحكي بدول بإمه وأبوه خليني أقلك شغلة لأعمل إسقاط على الملف اللبناني وسجله على كلامي اليوم لن يستفز الإيراني السعودي برئيس لبناني ولن يستفز السعودي الإيراني برئيس لبناني الجماعة عم يحكوا مع بعض على قدم وساق نجح الصيني يأنع الثنين ما قلكن مصرحة أبداً تدبكوا مع بعض أصلاً استنزفت المعركة مفاعلة أصلاً يدرك السعودي أن الإيراني صار عنده ما يكفي لإنتاج القنبل النووية حكيناها عدة مرات فانتقل الخطة بيس سعودية يلي هي أنا بدل ما أستجدي الأمريكان بحكي مع الإيراني بحكي مع الروسي بحكي مع الصيني وبركي يا أمريكان بتساعدوني أنا كمان خص بيورانيوم وهيدا أحد أهم الملفات اللي اليوم على طاولة التطبيع واللي تحت الهواء عرفت منك صرح محمد بن سلمان لفوكس نيوز شيء عن التطبيع وبالتالي السعودي قالك ما بقى في جدوى استنزفنا بعض لا خليني أنا روح بوسائل زكية افتحها للكل بركي أنا كمان بستدرج النووي اللي عندي بالإضافة لمطالب أخرى وقتل بتحبي نحكي عن التطبيع لفتنا القول أن السعودي لن يستفز الإيراني في لبنان والإيراني لن يستفز السعودي في المقابل هلأ طيارت مرشحين يعني هلأ بها الكلمة نعم لا رئيس كسر حي يجي ومين من كان إذا بدو يجي بدو يكون بريضة الطرفين بمعنى قد يفسر هلأ من كلامي أنه معناتها حتما فرنجية ما بيجي ما بعرف وين بدون يتقايدوا السعوديين والإيرانيين وبخلفيتهم الأعلى الأمريكان ببعض الملفات ممكن يقطع فرنجية ولا غيره ولكن فرنجية لحد ديت هلأ وهلأ منحكي داخليا عنده خط أحمر كبير مسيحي بس قبل ما فوت على الداخل أجد الرئيس يلي بدو يوصل يجب أنه يكون وفق المعطيات اللي عم نشوفها رئيس راضي عنه الطرفين الإيراني والسعودي من سيكون بصراحة ما بعرفه هلأ من ناقش التفصيل الداخلي بس أنا سؤالي إذا طالما حضرتك عم تحكي بجو إقليمي هذا الجو المرتاح لمن نرايح لصدام برأيك على العكس عم تحكي عن شهر عسل بين الإيراني والسعودي ونشهد إيامه ممتاز طالما هاك ليش بعده حال الاستعصاء والإقفال التام بالملف اللبناني نحن نتأثر بالإقليم آخر شيء حتما نحن نعكاس للإقليم سؤالك احتوى بطياته على الجواب الأمريكي مش زعلان هو والإيراني عم حاول إحكي بلغة مبسطة حكينا شعاته وطنيناتهم بعض خليني يقول بايدن رايح على ولاية تانية بده إنجاز بالمنطقة وبالتالي كتير رضيان الأمريكي مع الإيراني مؤخرا ولكن الأمريكي انتقل بليز من سياسة التخفف بالمنطقة للعرب وعطاء لوكلة لأنه كان بيعتبر أنه الدول العربية على رأسها دول الخليج بجيته إلى التورط مجددا والدخول مجددا لأ ما مش الحال لأ إيران عم تبيع طيارات للروس والروس عم يغازلوا إيران من شان ما تبيع غازها لأ السعوديين مثل ما قلنا صاروا جهزين يبيعوا بيترولهم باليوان لأ السعوديين فتحين على الميلتين يرفض دول مجلس التعاون الخليجي يزيدوا من إنتاجهم بالنفط والغاز بركي بعود قال لك لا أنا هطلع بلا شي لهيك رجع يفوت على المنطقة بده تكون التسوية بإشرافه مش بإشراف الفرنسي يلي متهم من زمان أنه قريبوا بغازل الإيراني وجا ماكرون الوحيد بالزمان يلي اجتمع ممثلين الحزب صحيح ومش مع السعوديين يلي بيعتبر الأمريكي أنه انفتحوا على الإيراني وصاروا بخطوة متقدمة يعني الأمريكي يخرب على اللي عم بيصير لن يخرب إذا كان بده يخرب كانت لازم تكون علاقاته بالإيراني متشنجة الأمريكي بده يكون هو راعي الطبقات بده رسمه على إيسو لذلك ريتا يجب أن تكون أعيننا إلى سوريا إلى السويدة وأنا هون ما عم بقصد أنه الأخوة الدروس بحركون الأمريكان هن يلي قادوا الاستقلالات بالزمان وبالجي ولكن في خط أحمر على أنه إلى جانب أسباب أخرى أنه نضق بالسويدة مباشرة إلى جانب أسباب أخرى منه أنه النظام قدم حاله دايما حامل أقليات عيننا للاندفاع بدون يعملوه بوافق الرأي فرملي وفرملي للمبادرات العمينية اللي كانت خير بالدنيا الأمريكي عمعيد حالي مجددا ضيف الشرق الأوسط شخصيا وليس عبر وكلام بس اليوم ولو بين هلالين الرئيس السوري بشار الأسد بالصين هذه إلى دلالتها كمان ما تشوفها الأد الصين وروسية هني من الدول اللي حضنت الرئيس بشار الأسد والنظام أنا ما بعطيه كثير أبعاد الرجل بحاجة لأنه وبيفهموا الدول الأخرى يعمل جولاته الخارجية بركي لفك العزلة من جهة من جهة تانية الرجل بحاجة لفك الأزمة الاقتصادية بالداخل الرجل بحاجة لملفات كبيرة منها إعادة الإعمار ولذلك حنط على الموضوع اللي عم نعيشه يضغط النظام السوري بورقة النزوح السوري وحركات الهجرة اللي عم نشوفها مؤخرا وهيدي شغلة خطيرة كمان وقت اللي منوصل علي أن نحكي فيها أكيد هلأ بما أنه فندنا المشهد الإقليمي المحيط بالمشهد الرئاسي خلينا نفوت إلى تفاصيل المشهد الرئاسي وأن كان اللي حكيته بملف النوزوح كتير مهم هلأ بدأ رجع له بسياء حلقتنا إذا بدنا نسقط اللي حكيته إقليميا على المشهد الداخلي ونقرشه لمصلحة مين يعني اليوم واضح جدا من آخر زيارة أصلا للودريان أن الرجل بلش يحكي عودة إلى نقطة الصفر تضاقلت برأي كتار حظوظ سليمان فرنجية بالوصول لما بنحكي نقطة صفر يعني بنحكي لا سليمان فرنجية ولا جهد أزعور بما أنه كل واحد منهم نمسى الطرف بجلسة 14 حزيران لابد من التوجه إلى مرشح ثالث القطر اليوم يجول في بيروت بالكواليس يحكي أنه مرشح القطريين هو قائد الجيش ولكن هل قائد الجيش هو هذا الطرف الثالث الخيار الثالث ولا هو أيضا أصبح بالنسبة للبعض فريق أحد أبرز الشخصيات الثالثة قائد الجيش ولكن خلنا نقول شغلي طبعا نرجع عودهم على بدء جميع القوى الداخلية بانتظار الانفراجة الإقليمية والدولية اللي فصلنا فيها نعم إذا بدي أحكي بالملف الداخلي خلينا نكون واقعيين ونحكي أنه وقبل ما أدخل بهالإطار أنا جدا حزين شوف لبنان ممثل مع احتراننا لشخصه برئيس حكومة بالوقت اللي في 145 رئيس بالأمم المتحدة شو بينقصنا ليمثل اللبنان ويحكي خطابه الرسمي الرأس الأول للدولة رئيس الجمهورية هل تعودنا أنه بلى رئيس وبدأ يسأل سؤال كتير كبير هل يناسب من جهة الحزب ومن جهة تانية القوى المعارضة للحزب استمرار الوضع على ما هو عليه وهيدي هلأ كمان منفصلة بس لحتى صوب واضح ما خدا مستعجل مش هيك؟ هلأ نحكي ليش الطرفين أجدوهما مش مستعجلين بس خليني جاوب مباشرة نعم قائد الجيش الشخصية الأبرز كشخصية تالتة إلى تبوق منصب الرئيسي ولذلك يلهس الأمريكي ويلهس القطري لأن القطري مفوض من الأمريكي قبل كانون التاني وقبل ما يطلع القائد بركب يعملوا شيء قد يكون القائد وقد يكون غيره ولكن لازم دايما نتذكر بالمسرح اللي عم نشوفه بده يجي رئيس بده يرضى عنه سعودي والإيراني بس كيف اعتبرت أنه قد يكون هناك تحدي للإيراني وبركي ممثل الإيراني في الداخل اللبناني هو حزب الله هل يطمئن حزب الله لقائد الجيش ولا هو يصنفه برأي كتار أنه هو محصوب على الأمريكيين كل قائد الجيش اجع على لبنان يتمتع بعلاقات متميزة مع الأمريكيين والأمريكيين دعمين للمؤسسة كلها هل المرشح الأفضل والمدل عند الحزب قائد الجيش لا ولكن هل الحزب عنده هاجز مخيف من قائد الجيش بلحظة تسوية ما وقت منحط الضمانات المتبادلة أكيد لا وبالتالي نعم الحزب بيضمن وبيتطمن وضامن لأله سليمان فرنجية مثل ما هني صرحوا ولكن بلحظة دولية وأقليمية إذا رسيت على قائد الجيش كله بيترتب وخلينا نتذكر كان الحزب قوي أيام ميشيل سليمان رئيس ميشيل سليمان هذا الفيتو على قائد الجيش هلأ هون صار في عدة أمور طرحت علامة استفهام من بين لقاء النائب محمد رعد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة بقائد الجيش بس في أمر تاني أنه من بعد زيارة لودريان لمسنا تشدد من قبل السناء وتحديدا حزب الله بموضوع سليمان فرنجية يعني من بعد من حكى أن حزب الله يفتح الباب على إمكانية تسوية تتعلق بقائد الجيش من خلال هذا اللقاء رجع طلع محمد رعد إلى بنشعي وطلعت كل المصادر لتنفي هذا الجو لتؤكد أنه لو استمر الفراغ عشر سنين نحن مرشحنا سليمان فرنجية خلينا نقول شغلي حزب الله مش من صطفة بعد محمد رعد النائب محمد رعد لعند سليمان فرنجية وهي كانت زيارة تطمين وأنه ما يتفسر زيارتنا لقائد الجيش بأي شي وخلينا نقول شغلي أبعد لا يستطيع السنائي إذا أنا بدي حط حالي محل السنائي أنه يحكي بمرشح غير سليمان فرنجية إلا بلحظة الحسم والتسوية النهائية لأنه من مجرد يبدي ويقول أنا وارد عندي النقاش على أسماء أخرى بيكونها فرنجية وبالتالي اليوم وبكرة وبعده الحزب حيدل متمسك والسنائي بسليمان فرنجية هل من مصلحة أو عفوا هل يضر الحزب كتير استمرار الشغور أو يمانع الحزب باستمرار الشغور وإلا رئيس بمواصفاته أجد أنه لا بنفس الوقت هل يضر القوى المعارضة للحزب واللي خطابه ضد الحزب مباشرة باستمرار الشغور أحسن من أنه يجي رئيس بالنسبة لألون حليف للحزب كمان أجدهم يفضلون الشغور أول شي خلني أحكي بالنسبة للحزب الحزب ورقة تصريف الأعمال وحكومة تصريف الأعمال مكموشة صح وفق توازن ووفق مبادئ وخطوط حمر وبالتالي ماشي البلد بالنسبة لألون 8 أمنيا وسياسيا نحن عم نحكي هو الأقوى 3 بلعبة العد ممسك بورقة التعطيل ما ممكن نتوقع أنه يجي رئيس رغما عنه 4 يدرك الحزب أنه لم تأتي بعد اللحظة النهائية إذا بده يكون في تسوية على غير سلامية الفرنجية وبالتالي براهن الحزب أنه خليني أنا عم بمسك ورقة التعطيل وخلي البلد مثل ما هو لحد يتما يخضع الآخرون ولكن القوى الأخرى كتائب قوات الخطاب المعادي كيف مستفيدة قلتلي من الشغور أو لا تمانع استمرار الشغور أجد تلقى القوى بالنسبة لأ أمام لحظة تاريخية شو عم تقلك هاي دي القوى أنا إذا بده يجي رئيس مثل إسلامية الفرنجية أكيد ما ألي مصلحة أي رئيس تاني بلون الحزب أكيد ما ألي مصلحة إذا فليكون الشغور بركي بقدر انتقل على نظام جديد ما بعرف بأقصاب طموحات البعض وما بتهم كتار الفيدرالية بأقلوا اللامركزية أو تكريس وضع جديد لأنه بالنسبة لهالقوى غير مسموح بالنسبة لهم يجي رئيس محسوب على حزب الله وإلا حيكرس رئاسات دايما يمسكها ويقررها الحزب لهيك تشوف اتنين هلأ عندهم مصلحة باستمرار الشغل تب دكتور بس في شيء ولو أنه قد يكون تفصيل قدام هذا المشهد الكبير أنه برأيك حزب الله إذا بده يوصل قائد الجيش إلى سدة الرئاسة هذا يمر حكما بتسويه مع الحزب حتما ما في مجال إلا بتسويه مع الحزب حتما قداش حزب الله بيقبل أو باستطاعته يخسر غطاء التيار الوطني الحر اللي بيأمنه جبران باسيل وموقف جبران باسيل واضح ومعروف من مسألة قيادة الجيش مقابل ضمانات غير مضمونة يقدمها قائد الجيش لرئاسة تمتد ست سنوات خلينا نتفق على شغلة سوف يبزل الحزب الغالي والنفيس للحفاظ على التيار الوطني الحر وأجد التيار الوطني الحر سوف يبزل الغالي والنفيس للحفاظ على تحالفه مع الحزب وهيدا تحالف شبك استراتيجي قبل ما يكون بالملفات الداخلية هلأ هل جبران باسيل بده مثل ما قال عدة مرات ياخد مكاسب كبيرة بالنسبة لأله مننا الصندوق السيادي مننا المركزية المالية والإدارية الموسعة وقال ساعة ممكن تختبروا كرمنا بموضوع الرئيسة ما بعرف وين بده توصل بس اللي بعرفه مبارح واليوم وبكرة في لقاءات مكسفة لا يزللوا العقبات التيارين أو لا أقول التيار الوطني والحزب ولا أجدهما حيروحوا لمطرح الكسر جوابا على سؤالك مباشر لن يزعل الحزب جبران باسيل ولن يخرج جبران باسيل من التحالف استراتيجي وشحطين تحت كلمة استراتيجي مع الحزب ممتاز بناءا لهذا الشي خلينا نمشي بفرضية فرضا مش الحال بهذين القانونين الصندوق الاعتماني ولا مركزية الإدارية والمالية ولا نشوف قداش باقي المكونات ممكن تمشي أو قداش يلائم المكون الشيعة حزب الله والسناء تحديدا أنه يعطوا هذه المطالب بس خلينا نمشي بفرضية نشي صار في اتفاق على اسم سليمان فرنجية علما أن هذا الأمر حتى بالنسبة للطيار الوطني الحر مش جازموا يعني مش عاطي كلمة فيه بس إذا اتفقوا بالداخل على هذا الاسم ممكن يوصل سليمان فرنجية بضوء الموقف السعودة يعني ممكن يقدموا هذا المرشح اللي قد يشكل تحدي للمكون السعودي عودن على بدء لن يأتي رئيس بالمشهد اللي عم نشوفه يكسر أو يزاعل السعودي أو يكسر أو يزاعل الإيراني لا بل بالعكس الطرفين خلينا نقرأ شوية أرقام يعني السعودية ما كانت بتقدر تومق لنواب السنة أو جزء منهم اللي بتكون عليهم يعطوا جهاد أزعور بآخر الرسمة أكبر من لبنان اليوم عم يتفقوا الجماعة على حماس بردون عم يتفقوا على اليمن اليوم في تفاهم استراتيجي على كل المنطقة ما حيزعلوا مع بعض بلبنان لهيك برجع بأكد حييجي رئيس بريض الطرفين هلأ واحد بيعطي التاني بيقطع سليمان أو تميناتهم اللي بيتفقوا على خيار تالت بصراحة بيكون تنجيم بالنسبة لهذه القانونين اللي أصلا الاجتماعات مفتوحة بين أو متواصلة بين طيار الوطن الحر وحزب الله حولون بحسب المعلومات بكرة في اجتماع يعقد كمان بين الطرفين حول المركزية الإدارية والمالية والصندوق الاقتماني قداش بالسياسة عم بحكي قداش بيقدر السناء الشيعي اليوم اللي هو صاحب التوقيع التالت ويزارة المال اللي بيعتبر انه هو شريك أساسي كرستيلون ياها ويزارة المال أنا ما كرستها هنه كرستوها لنفسهم لا قداش عنده النية والإدراء والإرادة انه يتخلى عن هيك شي باتجاه لا مركزية مالية عم نحكي بصراحة أنا شي الهم شي أبعد من هيك هل اللا مركزية بتحل مشكلتنا بالبلد؟ ما اللا مركزية النظام اللا مركزي أول شي بده تفصيلات جبيرة كتير هل أحد أهم أوجه الخلاف بين مكونات البلد فقط كيفية إدارة المال؟ هروح أبعد أنا من اللا مركزية هل هل الفيدرالية ذاتها اللي عم يروح أصحاب الطموحات اللي ما بعرف شو بتحل المشكل؟ كمان لا مشكلنا بلبنان بينحل بطريقة واحدة وهو غير كلام وهو ليس بكلام طوبوي النقاش بالتجاه الخطوات الكبيرة على دم بارد مش بالأزمات اليوم المكون المسيحي من بعد سنوات من الأحباط المسيحي بركين خفضت نسبة هذا الأحباط مع وصول العماد ميشيل عون إلى سدة الرئاسة هذا المكون المسيحي نظر إلى هذا العهد ولمس لمس اليد أنه بيظل هيك نظام أي رئيس حتى العماد ميشيل عون وما ومن يمثل ما بيكون عنده قدرة خلاص بصرنا بعض الطائف مش قبل الطائف طبعا سيطالب باللا مركزية المالية والإدارية يعني بيعتبر أنه هاي دي ممكن تحلله جزء من مشكلته وعلاقته بهذا النظام اللي الأفريقاء الآخرين مسيطرين فيه خلينا نتفق على شغلة حتى ما أنفهم غلط ريتا أنا مع اللا مركزية الإدارية الموسعة ومع اللا مركزية المالية وخلينا نقول أصلا الطائف حكي عن اللا مركزية وبالتالي نحن إذا ما ننطبق الطائف منطبق اللا مركزية بس أنا عمقول هل كل خلافاتنا وأنا مع لهول الطرحين ولكن هل كل خلافاتنا هونيك لا للأسف خلافاتنا إلى علاقة بأزمة ثقة مباني المكونات اللبنانية تب ما هي عمرة من 1920 وحانا الوقت وآنا الأوان إنه نزلله هاي طبعا تستدعي معالجة نصوص بركي مع الوقت من غير النفوس بس سؤالي وهاجسي هل منقدر نروح خطوات كبيرة باتجاه تغيير النظام على البارد ولا على الحامي نحن بأزمة طاحنة هل هيدا الوقت لأ نحكي بتغيير وجد النظام أو لا قدر الله عم يدبر ما يدبر وإرهاصات عين الحلوة لحتى نروح على تغيير نظام على الحامي أنا بقوله من أصحاب نظرية لا خلينا نروح بالتدريج على تغيير النظام على أنه نروح عليه على الحامي أو ضمن أزمة ليه قانون الانتخاب ما انتقلنا لقانون الانتخاب هلأ اللي معه ولا اللي ضده خطوة كان للأمام رحنا عليه بيدن بارد وبني أشات ما رحنا عليه بأزمات أنا ببلد مفلس ببلد ما عم يقدر يصرف على وراء يطبع على الإدارات ببلد فيه تفجيرات أمنية بالجنوب ويمكن يلحق الشمال هل هيدا الوقت احكي بتغييرات كبرى بس دكتور أنا بقول لا إذا هيدا النظام اللي تسبب بكل هذا الانهيار وكل هيدا المشاهد اللي عم نشوفها اليوم إذا رحنا لانتخابات رئيسية ما نكون عم نعمل عم نكرر المشهد يعني كل عشر سنين نرجع عم نقع بذات المشهد مش حان الوقت تنعالج سبب الأزمة من أساسها ومن جزورها اللي هي أزمة نظام ولكل متفق إنه هي أزمة نظام تعي نحكي بالمقلوب إذا أنا بدي أقول نعم فلنرجع البحث بانتخابات الرئيسية بركي ما من جدد الأزمة مثل مكتار عم يكتبو وخلينا نبحث بأزمة النظام ليه فيه إمكانية اليوم نحكي بنظام لغطة البطرق يلي عم يقول ممنوع يا مجلس النواب تسنه قانون أي نظام بده يمرق بقانون إذا بدي غير الدستور بده يمرق بمجلس الوزراء وبده يمرق بمجلس النواب وبده توقيع الرئيس لأنه بده أكتريات معقدة جدا ما حملل المشاهدين بالدستور إذن لابد من المرور بقناة المؤسسات لابد من وجود رئيس وحكومة أصيلة هل يحق لحكومة تصريف الأعمال تقترح تعديل دستور لا الدستوريين بيعرفوا لا هل عندي مجلس دكتور بس إقرار المركزية ما بده تعديل دستور لأنه هيده منصوص عنها لا طبعا هو لقوانين بس تعرفي شو بلا بدي رئيس بدي رئيس يوقع على هلقوانين الجوهرية طبعا اللي عم يعملوا الحزب والتيار الوطني إنهم عم يعملوا جنتلمان أجريمنت قبل بس لا أرجع أنا على الهليكوبتر فيو من فوق أنا بفضل روحا نظام على البارد مش متل نظام الطائف بعد اقتطال المنطقة كلها عم تولع أنا خفان من الأمريكي صحيح إنه الأمريكي إله مصر حيكون في استقرار لأنه في غصبه توسطه في لاجئين بس آخر الشي اليوم الأمريكي حلو المسألة هيك بحب استعمله عطول مثل الفيل اللي هو وفيت بيكسر وهو طالع بيكسر من دون ما يقصد برجع بقول بعد ما إجت تهدى الصورة بسوريا أنا عم شوف شرق وغرب والشمال بلشوا يولعوا ويتقطعوا إذن هاللبنان اللي هو ضيعة صغيرة كحجم جغرافي من ضيعة سوريا بيحمل هيك نوع من لا قدر الله المشاكل يا جماعة عين الحلوة رجعنا ساحة من الساحات كنت الأسبوع الماضي عم أقولها عين الحلوة تنتخب رئيس السلطة الفلسطينية المقبل هذه معركة الخارج على أرض لبنان شو معناتها؟ معناتها رجعنا نعمل معارك الخارج على أرض لبنان ماجد فرج رئيس المخابرات الفلسطينية برام الله يدير اللعبة عزام الأحمد ممثل فتح ما عم يطلع بإيده شيء أبو مرزوق موسى أبو مرزوق نزل أنا الأسبوع الماضي كنت عم بحكي مع زميل لا إليك على إحدى الشاشات كنت عم قول أنه موسى أبو مرزوق قال ما بعرف إذا في طابور خامس قريت صريحه مبارح عالنا عم يتهم حماس أنه هي وراء الإخوان المسلمين جوا إذن الانتخابات الفلسطينية رجعت تمرق بلبنان دفعنا الفاتورة وهون بالمناسبة لو أنه خليني مر إهلالين للإخوة الفلسطينيين إذا بتريدوا خلاص معلش سمحيلي أنا حتفوت على هاي إذا بتريدوا خلاص حدا أدنى ما دفع الفاتورة شفنا الأردن شو عملت بالزمان وشفنا سوريا شو عملت نحن حضناكم إذا بتريدوا فوتوا وارجعوا ليه وصلت لهون لأقول لأقول أنه أنا عم شم ريحة مخيفة ريحة مخيفة شو واضح اللي عم بتقوله أنه هلأ بلشت الصراع بين الفصائل الفلسطينية بيظل مرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس هيدا مرحلة خلافة محمود عباس على رأس السلطة الفلسطينية واضح جدا اللي عم بتقوله بس هيدا كيف آخر شي بتخلص شفنا الرئيس بالرعى مصالحة بين الطرفين أو وقف إطلاق النارس خلينا نسميه أكتر ما هو مصالحة على أساس هادية الأمور اليوم رجعنا نقرأ بالصحف بالتحليلات من الناس على الأرض أنه لا الجمر لا يزال تحت الرماد ونحن هلأ قد نكون راب أكتر من أي وقت مضى على جولة اشتباك من مجرد جولة عادية وقد تتمدد لا يستطيع لبنان المريض معالجة مشكلة مثل هالمشاكل ولبنان يبدأ أن يستعيد عافيته بالعودة لمؤسساته أنا ما بفهم بلد بلاراس وإلا نحن كان لبنانين منكون بلاراس ما بفهم بلد بلاراس شو نقصنا يا عمي نحن أسسنا الأمم المتحدة نحن كنا من مؤسسين كل الجامعات بما فيها جامعة الدول العربية نحن بلاراس بالأمم المتحدة لعالج وسكر أي مشكلة اللي بده يصير بدي دولة عافية ما بدي حكومة تصريف أعماله ورئيس ما فيه وقائد جيش يمكن يطلع بعد شهرين ومؤسسات فيتب بعضها خلينا نستعيد عافيتنا من هلأ لوقتها عم نوجه ندق للأخوة الفلسطينيين إذا بتريده كفا طيب بس من هلأ لوقتها تخشى تمدد الاشتباك الفلسطيني تيشمل أكتر من مخيم طرعا في مخيمات عنا بشما طبعا بلشت ريتا كلمتان على السريع من يملك القرار استراتيجي بالمخيمات هل هو هيكون قرار أسله يعني سلطة رامالة أو قرار ساف الإدس اللي هي حماس والمعركة اللي صارت من سنتين مين بيملك القرار بالمخيمات ومين بيملكه رأى جوا بالداخل الفلسطيني هو جاية رئيس بس أنا ما عم بفهم عليك نقطة وحدة اليوم سمت ما انتهم مباشرة محور الممانعة بين هلالين بالوقوف خلف ما يجري بالمخيم البعض الآخر على العكس اعتبر أنه اللي عم بيصير بمخيم عين الحلوة أكثر ما يضر يضر بحزب الله تحديدا وأنه ممكن هيدا تكون بروفا لزكزكة معينة بتصير بين هذا المخيم والحزب وبتولع على نطاق أوسع مين اليوم مسؤول عن اللي عم بيصير بمخيم هل من مصلحة حزب الله ولستو بحزب الله وعندي عشر تلاف ملاحظة هل من مصلحة حزب الله يكون في منطقة والعب طريقه لجنوبه بجنوبه ولا يكون الأمن مستتب طبعا الأمن مستتب هل قد أدو الجواب أنا لستو برجل مخابرات لا أعرف مين عم يحرك مين أنا عم شوف الصورة من فوق من الطابق العاشر واضح بلش رجع لبنان يستعمل لصراعات الخارج ممتاز إذا انتخابات رام الله بدنا ندفع تمنا هون شو نعطرين خليني نروح لفاصل أخير بحلقتنا دكتور بعد هذا الفاصل يعني عنا قنبلة الفلسطينيين عنا قنبلة النازحين السوريين وبعد عنا هكذا كم سؤال أنوني يتعلق بسلسلة من الملفات ولكن بعض الفاصل رجعنا لكم مشاهدينا دكتور زكور نرجع منرحب فيك معنا أهلا فيك بدي تابع شوي بالملفات الأمنية قبل ما روح إلى ملف النزوح السوري قبل شوي ربطوا أنه ورق الضغط يستعملها الرئيس السوري طبعا مشار الأسد كيف يعني؟ أول شيء أحد أهم أوراق الضغط اللي بإيد الرئيس السوري تجاه الأوروبيين وتجاه المجتمع الدولي وتجاه الأمريكان هن اللاجئين رينا من يومين أبرص حذرت أنه لبنان آخر سد منيع وبالتالي الأوروبيين المأزومين اقتصاديا في هجرة أطبب إنجلترا بفرنسا ماكروم ما يقدر يعلي راسه من الأزمات أزمة روسيا أوكرانيا اللي هلأ بلشت تجوع أوروبا ما بقى بيحملهم وبالتالي بيدرك الرئيس بشار الأسداشي اتنين بيعرف تماما أنه حتى الدول العربية خيفانة من توافد الأعداد عليها دول الطوق استو إسرائيل ما بيقدر الكيان الإسرائيلي ما بيحمل وبالتالي أه لا بدوا يحل الورقة أعطوني إعادة أعمار أعطوني مكاسب بالسياسة أعطوني فك عزلة هاي دي ورقة ضغطة كتير لا حتى أحكي معكم بركي يا لبنان مع أني أنا ضد التعبير سوريا هتبقى للأبد جارة وشقيقة بمعزل عن خلافاتنا مع النظام ولا مع غيره بدي طبع مع لبنان أو طبعوا معي يا لبنانيين فالرئيس السوري مستفيد كتير الأمريكان مستفيدين لأنه هو ضغط بالمقابل بالرأي العام الدولي والسياسي على نظام ما نستقل أنه نظام اليوم نصف شعبه صار برا المنظمات الدولية وما أدراكي ما شبكة المصالح وقدر شبكة المصالح وتبادل والأموال اللي عم تندفع اكتار كتير الأطراف يلي ما قالوا المصالحة ينحل هالمشكلة وللأسف يلي عم يدفع التمن لبنان ما هاي بها بدأ لك أنه نحنا قدام كل هيدا المشهد أنه شو قاعدين عم نعمل قاعدين عم نتفرج على توافد الآلاف من السوريين يوميا عبر المعابر غير الشرعية وعامين حرص بحراء لأوروبا يعني هيدا بس يعني نحنا قلت اللي بشر الأسد لعب ورقته رئيس تركي شفناه لعب ورقته بهيدا المجال بموضوع النسحين نحنا ليش ما منسترجي نلعب هيدا الورقة ويروحوا على أوروبا لبنان عاجز عن أنه يخلي المجتمع الدولي يدفع مصاري وشوفي ما أوقح المندوبة الأمريكية يلي قالت كافاكن تبتزوا المجتمع الدولي لبنان عاجز عن ضبط حدوده ولبنان عاجز لسبب أو لآخر لأنه آلا قائد الجيش خلنا نكون وقعيين نحنا شو عديد جيشنا عنا 320 كيلومتر بس ولا لأنه في طموحات دكتور ولا أحد يجرؤ على معاندة الخارج وإرادة الخارج قد يكون هيدا من الأسباب ولكن خليني أنا بمعزل عن اللي التي يقول كعديد جيش وكمعدات ولوجستيا حدود كتير طويلة ما تنضبط طيب كيف ضبطين البحر أوكي الفوتي اللي طلع من البحر عبر نقاط معينة وأنا لسته بعسكري حكما بدي تمرق بنقاط معينة بخلجان أساسية وبرضو عم نشوف بعسات أو مثل ما بيقولوا رحلات نزوح ولكن الطريق البرية حتما أصعب بكتير بس خليني أنا كفي تالتي ولبنان مأزوم عم يقدر يحاور السوريين الحمد لله بس هون السؤال نحنا ليش ما منلعب نفس اللعبة أنا مع اللي لعب أردوغان بهذا الموضوع أنا مع افتحوا البحر أنا مع اوكي بنا نعمل حرس حدود لأوروبا الملاحظة الوحيدة اللي حتطع على هالورقة أو روحوا حاولوا السوريين يلي هن المفروض يكونوا جديين جدا إذا كانوا جديين وإذا منهم جديين لنشوشو بدنا نعمل أو افتحوا البحر خلي الأوروبي يسكت المندوبة الأمريكية الوقحة يلي طلعت قالت كافاكن يا لبنان ابتزاز نحنا عم نبتز ما نحنا الوحيدين اللي دفعين الفاتورة وللأسف نحنا عملناه بحالنا معلش ملأني على الوتيفي تهم بوقتها الوزير بيسيل إنه عنصري رجعنا نكرر كل الروية من بعده هاي دي واحدة اتنين كل آياتنا لعبنا بالورقة السورية وحاولنا نتاجر بأول لألفين وحد عشر لألفين واربعين وشفتنا الوفود طلعة ونزل وفتحنا حدودنا اليوم حلنا نعرف نحل هالمشكل لأن معلش ما بقى الأمور خافية كتار كتير من العيال السورية عم تقطع الحدود تقبض وترجع تفوت صحيح اليوم نجيب المئات عجبني كتير كلام وهو غطة البطرك غطة البطرك قال نحن مع مساعدتهم بأراضيهم ونجيب المئاتي قال الرئيس مئاتي نحن مع مساعدتهم بأراضيهم بلكي منبلش من هون نحكي خطابه نعلي الصوف يا أما مثل ما تريد تفتحه البحر الرئيس مئاتي اللي مرتبط بمصالح عنده مصالحه الخاصة يعني بالخارج يعني قادر على تحدي إرادة دولية اللي هي كلها تتحدث عن دمج النازحين أنا ما عم بحكي عن الرئيس مئاتي كمحمد مجيب مئاتي نحن عم نحكي عننا رئيس حكومة صحيح حكومة تصريف أعمال بس فيه سلطة تنفيذية وفيه سلطة تشريعية رأس الدولة غائب شو المطلوب من هود السلطان يعملوه وليش بعد ما عملوه وهل صحيح أنه مصالحهم الخاصة هي اللي بتمنعهم والخوف من العقوبات أنهم يعملوه حتما الخوف من العقوبات بتمنع حتما الخوف من العقوبات بتمنع ولكن أنا عم بحكي على هالخطاب فعلا حلنا نقول ما بقى تجو حلنا نقول أنه فيه كتار كتير من السوريين عم تروحوا تجي وآلاف مؤلفين انتخبت الرئيس السوري بشار الأسد إذا بتريدوا وضعوا حد لهالمهزلة ولا مجددا هددوا بفتح البحر الأوروبيين هددونا بعقوبات إذا منحكي كلمة بموضوع اللاجئين السوريين لأن فهم كتير صح أنا ممع أنه ابعت السوري لهلاك ولا صمح الله طبعا لا ولكن يا عمي فيه ناس عم تفوت وترجع تطلع أنا شخصيا بعرفها عم تفوت لهون أنا أحد الأشخاص قال لي قال لي رحت اشتغلت هونيك ما قدرت تقتل حياة ورجعت يعني معناتها عم تفوت وتطلع لازم بقى ضبط هالموضوع ما بقى منحمل إلى جانب أغلاطنا الكبيرة أحد أهم أسباب مشاكلنا الاقتصادية العبق النزوح السوري أما موضوع الاندماج فاسمحي لأني أحكي كلمتان لأني عم بقرأ كتير أقلام عم تقول توطين السوريين تجنيس السوريين رؤوا علينا إنه في مئات ألوف قالوا إلا اللي ولادات من دون قيود رؤوا علينا أول الشي ما حدا بيرضى بهيك شي نرضينا للفلسطيني نرضى للسوري واحد اثنان بالقانون الدولي بتكتسبي الجنسية أو بحق الولادة أو بأنك تعيشي بالبلد أو بالولادة يعني بحق الدم وبالتالي حتى يلي عم يخلق ما عنده قيد أو مكتوم القيد ولكن هو إلى أبوين سوريين وبالتالي هيني جدا ياخد الجنسية أنا كمحامي بقول لك جيبي لي ولد مش مزوج إذا عنده أمه باي منعمله إثبات زواج ومنعمله قيد مولود على خانة والده من هون نحن منقول بدي تعاون كتير حسيس ما بين الدولتين والأمنان العامين اللبناني والسوري لحتى نحل هول أما كلام أنه بدون يجنسون وبدون يوطنون كفى اللبنانيين رعب وهذا كلام ما له أي أساس آنوني كلام حدا ما لقش وبدو يكتب أو مكتب معا دكتور بس منه تهويل فقط مثل ما عم بتقول حضرتك لأنه مسؤولين أوروبيين طلعوا حكيوا عن دمج النازحين السوريين خلينا نقول ما معنى دمج دمج معناتها وخصوصا حتى بموضوع التعليم والتربية والتعليم دمجهم معناتها لحين حل الأزمة ما تكونوا عاملين يا لبنانيين فصل عنصري مدرسة قبل الظهر ومدرسة بعد الظهر نعم ولكن تجنيسهم أو توطينهم انسي ليش الدمج مش مقدمة للتجنيس أو توطين لأنه في عندي ولد أمه وأبوه سوريين وأرضهم موجودة أنا ما عم بحكي عن لاجئ فلسطيني سولبت منه أرضه ممنوع يفوت عليها لا بيطلع الرئيس السوري صبحه ظهره عشي عن حق ولا عن غير حق معه حق ولا لا صادق ولا غير صادق بكلامه عم يقول تفضلوا ورجعوا ما عم بحكي عن حدا محروم يرجع ع بلده لأنه كثير عم يقولوا ما في ولادات ما عنده خيوض دكتور بدي أنتقل معك بآخر كم ديئة إلى ملفين أساسيين موضوع التمديد لقائد الجيش أو وضع المؤسسة العسكرية في حال أحيل قائد الجيش إلى تقاعد بعشرة كانون التاني شغور بالمؤسسة العسكرية كثيرا هيك عم نسمع محللين وفتاوى بتطلع شمال ويمين هل يمكن التمديد لقائد الجيش من دون أنون تأخير تسريح كلا يمر عبر مجلس النواب كلا وما بقى حدا يفتي لأنه اتنين اتنا سمعنا فتاوى كلا هلأ في فتوى عم تحكي بتمديد معي هيدا الموقع الأول بالدولة كلها بعد فخامة الرئيس أنت عم تحكي بالشخصية الأولى اللي ميسك الأمن لأ اتنين عرفة من القائد بيجي على خاطر الرئيس الجمهوري العتيد تلاتة ليلة نوصل بركة ان شاء الله منحلة قبل لها القوى لهالقوى اللي عم تفتي ليه بدنا نوصل لهنيك أربعة الله يستر لبنان من هاللحظة ما معناته رايحين على الخراب بيجزم ولكن انت عم تحكي عن الضامن الأخير والوحيد لأمن هالبلد بلا رأس اليوم كيفي حراك عم بيصير يقوده الاشتراك يتعلق برئاسة الأركان بما انه كمان في مسألة الشغور برئاسة الأركان وبحال شغور برئاسة أو قيادة الجيش بتقول المسؤوليات إلى رئيس الأركان نحن عنا ما في مجال اللعب وشو الحال يعني قدام هذا المشهد يستلق الضابط الأعلى رتبة طبعا المفروض مع المجلس المركزي إلى مزيد من التدهور إلى مزيد من الإفلاس إلى مزيد من اللعب على حفة الهوية إلى مزيد من اللعب بالنار حلو فيك تتخيل المشهد حلو للأسف أما موضوع التمديد لقلهم لا قدروا مرة واللواء عباس إبراهيم أخر الشي هيدا المجلس خلينا نتفق مع أنه أنا بقول بيقدر يشرع الضرورة بقوينين حياتية ولكن هيدا لازم ينتخي برئيس نعم ما يجتمع لا يمدد لقاء الجيش هذا أي كلام وأي حدا بيفتي بهالإطار عم يروج لإطالة الشغور خلنا نركض ننتخي برئيس والرئيس يقوم بواجباته ومجلس النواب يقوم بواجباته والحكومة ونجيب قائد جيش جديد ومعه ست سنين نعم دكتور آخر ملف هو هلأ وسط كل هالملفات الملتهبة يعني كان عندنا بارقة أمل تتعلق بهالتنقيب اللي بلش بالبلوك رقم 9 في مشهدين متناقضين ياريت هيك تشرح لنا إيهن لأنه أنا صراحة من نفهمتون كل هيدا الحماوة بالملفات الداخلية ما بتنسجم مع واقع أنه الدول بحاجة إلى استقرار معين تتسهل مسألة التنقيب إن كان بكريش وإن كان بلبنان تتعمل هذا الاستقرار كيف عم تشتعل هذه الملفات ساعة نرزوح سوريا ساعة لجوء فلسطيني ساعة مخيمات ساعة حوادث أمنية ونحن العين على التنقيب أول الشي هيدا الملف بالنسبة لألي كلبناني شوي بيطمنني وبحس أنه لا مصلحة الدول الكبرى على رأس الولايات المتحدة يلي الأوروبيين عم ينقوا علي بدنا غاز غير غاز بوتين مصلحة الأوروبيين يلي ضقوا إيدهم على صدرهم وقالوا بالـ 2027 سوف نتحرر من غاز روسيا مصلحة الكل أنه يكون فيه استقرار لأنه الكل ملهلب على غاز المتوسط عم نستغرب ليه مكرون عم ينتحر بلبنان وموفدين أكل كفه باستراليا بصفقة الغواسات الشهيرة وعم يفقد الدول بأفريقيا وبالانقلابات اللي عم تصير فحتما بحاجة ميسة لهم هلا بتقولي لي ولكن فيه ملفات مشتعلة مثل العين الحلوة أو السوريين اللي عم يفوتوا هاي صقوف أنا ما برضى فيها وما بسمح فيها ولا برضى أن تكون كمواطن ولكن بعدها ضمن اللعبة المضبوطة آه أوكي حتى فيه قراءات لفوت على العين يعني ما فيه انزلاق خطير حتى لفوت شوي على العين الحلوة كلمة سريعة أحد التحليلات بتقلك والمعلومات أنه الجيش ما فات لجوة بالنسبة لموضوع إخوان المسلمون لأنه نعرف نحن أنه الجيش داعم لفتح لو بغض النظر لأنه تخلص المعركة لأنه الجيش عنده معلومات أنه هاي فصائل كل 15 واحد اليوم وحدهم الحرب ولكن هلأ ما يكون فيه معارك كل واحد لا وحده وبالتالي اللعبة الأمنية نوعا ما ما لا سمح الله راحت على تفجير كامل ولكن هل معناته ندل لأبد الأبيدين أمين لا لأن ما حدا بتاريخ الحروب قرر ينزل إلى حرب كبيرة ووقت اللي بتقع الحرب عطول بقولة الكل بيجي يستثمر فيها ممتاز يسمح للبنان أنه يتحول هيدا الحلم الدولي النفطية ويلعب هيدا الدور بالمنطقة سوف يسمح للبنان مش حبا للبنان لبنان من الـ 59 بيعرف لأنه هن بحاجة لهالإنبوب اللي حيطلع من فلسطين المحتلة على الشواطئ اللبنانية على الشواطئ السورية ويطلع لبرة الأوروبيون ما بقى يحطوا رأبتهم بإيد بوتين الأمريكان ما بدون الريهان فقط على النفط الإيراني وواضح مجلس التعاون الخليجي ما عم يعطي الأمريكان اللي بدون يياه فوين بلاقي روافد إضافية مطلوب لمصلحتهم مش لقى مصلحتنا أو حبا فينا بس مسئبة حتى تطعطع مع مصلحتنا الحمد لله يعني هيك بارقة أمل بنهاية هذه الحلقة أنا أبدأ أشكرا كثير على حضرت معنا اليوم دكتور محمد زكور رئيس مركز ليبرتي للدراسات الستراتيجية والأنونية مشاهدينا نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء